حاليا ننتقل بقى لموضوع اخر وهو موضوع انا بشوفه جميل زي ما بيتقال كده او يعني في غاية الاحترام فعلا نحن نتكلم عن مبادرة مبادرة حياة كريمة اللي اطلاقها سيادة الرئيس وكلمنا عنها قبل كده لتطوير الريف المصري من مختلف نتكلم الجوانب ويعني فكرة هنا كمان الاهتمام بالجانب الرياضي يعني انت بتحاول كمان تعمل نقلة حضارية وتهتم كمان بجوانب ربما البعض بيشوفها رفاهية لكن هي ليست رفاهية تماما المبادرة بتشمل دعم وتطوير مراكز الشباب في المدن والقرى تتكلم تقريبا الف مركز شباب يا كريمو ده رقم لا يستهان به مبادرة حياة كريمة كان لها الفضل في احداث يعني نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية بتوجيات سيادة الرئيس في تطوير البنية الاساسية لمراكز الشباب كمان وزارة الشباب والرياضة يعني بتولي اهتمام كبير جدا بملف تطوير مراجز الشباب على السنوات الماضية لو حضراتكم اكيد تبعتوا معنا عرضنا ده في مستوى المحافظات كلها وتقديم الدعم لها كمان وتوفير كافة الخدمات يعني اللي النش والشباب والمواطنين ده بجانب طبعا يعني تحييق رؤية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة يعني مجتمعية احنا يمكن برضو من سنة انا فكرة كويس يا كريم كنانا وانت بنتكلم عن التطوير الطرق على مراكز الشباب في مصر فكرة ان انت مش بتهتم بمحافظة القاهرة مثلا المحافظات القبرى في مصر انت بتهتم بكل دلوقتي المحافظات المصرية والقرى الصغيرة وغيره وغيره وعملنا مقارنة بين مراكز الشباب زمان ومراكز الشباب حاليا وقد ايه كان زمان الحال متداهور كتير جدا والدراما عرضت ده قبل كده والسيني ما عرضت ده وعلى فكرة بالمناسبة هي كانت صورة حقيقية يمكن كان فيها مبالغة شوية لكن كانت صورة حقيقية ده اللي كان بيدار في مراكز الشباب او معظمها دلوقتي انت بتتكلم في حاجة تانية تماما مركز شباب يعني مركز شباب يعني التايتل بيعبر عن المضمون فحاجة محترمة جدا ويمكن برضو انا وانت اتكلمنا مبارح او اول مش فكرة عن اللي هو المشروع القومي الخاص بالبطل الأولمبي البطل الأولمبي ده علشان يتم او هذا المشروع اللي كان مطروح من سنوات كتيرة جدا يمكن من سنة 2000 وكل وزارة بتيجي اللي بيهتم بيها واللي بيهتمش بيها واللي بيشوفها مهمة واللي بيشوفها لا مش مهمة لكن مؤخرا سيادة الرئيس اكد على اهميتها وابتدت وزارة الشباب والرياضة فعلا تتبنى هذا المشروع واللي ان شاء الله هيعود ثماره في باريس 20-24 يعني بشكل كبير احنا عندنا هذا الامل فكرة ان انت بتدور على الكوادر الشبابية الموجودة حتى البسيطة اللي هي محتاجة فرصة لا اكثر لا اقل فلا ده ده اللي احنا قلناه وهو ده اللي احنا بنتمنى كمان السنوات اللي جاية يبقى فيه مضمون كبير جدا لي على كل حال انا يعني عايزة بس اقولك على حاجة احنا كده ماشيين حلو قوي لان احنا كل اولمبياد بنيجي نقول ايه كريم نقول هو احنا ليه ما بنحصدش مدليات كتيرة هو احنا هي مصر فين مشكلتها يمكن ما كانش فيه امكانيات كتيرة او يعني زي ما بتقال المستحقة لكن احنا ماشيين في اخطوات سليمة فده شيء فعلا نحترم لما يبقى فيه حاجة كويسة لازم احنا نشير عليها فعلا